بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على شهر قلق الله أهلا بكم اليوم إن شاء الله سنتعلم نعمل معه اسحاق نيوتن ولقد استخدم اسحاق نيوتن هذه القوانين في تفسير عديد من الأنظمة والزوار الفيزيائية الآن I will cover the following points What is a force? What is the law of motion? Newton's first law Newton's second law Newton's third law What is force? ايه القوة? An interaction between two objects القوة هي التفاعل بين جسمين For example Pushes and falls عمليات السحب و عمليات الدفع Our force هي قوة لما تدفع شيء يبقى انت بتتعامل معها بقوة لما تسحب شيء جسم معين كائن معين Object Any object يبقى انت بتتعامل معها بقوة We must be careful to think about a force as acting on one object يجب ان احنا نأخذ في الاعتبار منتبهين ان احنا نعتقد ان القوة بتاثر على one object على one object جسم واحد from منين or due to another object هذا التأثير جاء من فين بفعل جسم اخر يبقى جسم يبقى جسم يبقى جسم يبقى جسم يبقى يبقى ان انتراكشن between two objects تفاعل بين جسمين كل واحد بيأثر على الثاني what is the law of motion ما هو قانون الحركة Newton's laws of motion قوانين الحركة زي ما قلنا are three physical laws which provide relationships between forces acting on a body and the motion of the body يبقى ثلاث قوانين فيزائية زي ما قلنا بتؤسس الميكانيكا الكلاسيكية وهذه القوانين بتربط القوة المؤثرة بالجسم بحركته يبقى هي علاقة بين الجسم تمام بين القوة اللي بتأسعى الجسم وحركة هذا الجسم اول قانون نيوتن's first law قانون اول نيوتن بسموه law of inertia اللي هو قانون القصور الزاتي نيوتن's first law بنص عليه consider a body بناخده في الاعتبار الجسم on which no net force act يعني في هذه الحالة ما فيش قوة بتأسر عليه يعني لما نقول كده يبقى ده معناه ان no net force تمام ده معناه ان مجموع القوة المؤثرة على هذا الجسم بالسوكام بسوي zero مجموع القوة اللي بتأسر على الجسم بالسوكام بسوي 0 if the body is at rest إذا كان الجسم ده في حالة السكون it will remain at rest سيظل في حالة السكون if the body is moving with constant velocity إذا كان هذا الجسم بيتحرك بسرعة ثابتة it will continue to do so ورضو سيستمر بهذه السرعة يبدأ نص القانون body at rest remain at rest body moving with constant velocity remain both moving with constant velocity ده نص القانون الأول ده بس خلاصه خالص زي ما قلنا ان مجموع القوة المؤثرة على الجسم تساوي كام؟ تساوي zero يبقى which no net force act not net force يعني القوة الكلية ومجموع القوة المؤثرة على هذا الجسم نواتس فرستلو mass طبعا هناخد الماس لأن الماس هي عبارة عن مرتبطة بالإنيرشيا بالقصور الزاتي الماس is a measure of the amount of matter الماس هي مقياس مين لكمية المادة in an object في جسم مين it is measured in kg في النظام العالمي الوحدات ولوه ال SI تمام units تمام في النظام العالمي الوحدات تقاس الكتلة بالكيلو جرام الانيرشيا is a property of an object property of a property of an object هي عبارة عن خاصية للجسم that describes how بتشرح how much it will resist change to the motion of the object هذه الخاصية بتوضح أو بتشرح كيف ان الجسم يقاوم التغير في حركته كيف ان الجسم يقاوم التغير في حركته كيف ان الجسم يقاوم الجسم الساكن يظل ساكن هذه قصور ذاتي الجسم المتحرك يظل متحرك بنفس السرعة أيضا قصور ذاتي more mass means more inertia من هنا جاءت كلمة ماس احنا اعرفنا الماس هم؟ عشان كده احنا لازم قلنا الماس الماس لانه مرتبطة بالإنيرشيا اللي هي القصور الذاتي فmore mass means more inertia شيء طبيعي لما يكون انت عند الجسم الجسم ده مثلا خمسين كيلو جرامز 50 كيلو جرامز بتدفعه بقوة لو الجسم تضاعف انت محتاج قوة أكثر تمام؟ لان الجسم لما يتضاعف كتلته قصوره الذاتي بأكبر نكمل المرة القادمة ان شاء الله هناخد القانون الثاني لنيوتين شكرا شكرا